بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد بالله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد الإخوة يكثرون علينا في الأحداث المعاصرة وأنا أقول لكم هل ورد في شرع الله سبحانه وتعالى وفي سيرة الأنبياء استعينوا بالله واصبروا ألستم تقررون ذلك وكان في مواجهة سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون وقد وقع ذلك أعني قد كان يقتل من أهل الإسلام والإيمان من يقتل قتل بضعة أو عشرات الآلاف من السحرة في يوم واحد بعد أن صاروا ضمن الطائفة المؤمنة كيف كان رد فعل موسى صلى الله عليه وسلم هل كان لابد أن نصنع شيئا أه أقول نعم لابد أن نصنع شيئا ولكن كان هو اللجوء إلى الله عز وجل استعينوا بالله واصبروا التقوى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين رغم وجود الأذى والألم وأن يضيق الصدر بما يقع ولكن ليس لازما على الدوان أن يكون هذا الموقف الذي نقول عنه استعينوا بالله واصبروا أن يكون ذلا كما يقول البعض بعض ببعض لرسال يقول ربنا كتب علينا الموت ولا يكتب علينا الذل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف الذل عندما كان يرى سمية وياسر وعمار يعذبون ويقول صبرا ألا ياسر فإن أعدكم الجنة أترون هذا موقف ذل أم أنه كان لا يملك لهم دفعا ولا يملك أن يدفع عنهم هذا البلاء الذي ينزل بهم وقد كان أصحابه ينالهم ذلك وقد قتل من المسلمين من قتل والألم في ذلك علامة صحية علامة على حياة القلب وعدم قصوته ولكن هناك وسائل عديدة ليس يفرط فيها المؤمن هناك وسائل عديدة لمعالجة الأمر وأعظمها اللجوء إلى الله والاجتهاد في الدعاء والاستعانة به سبحانه وتعالى أما المطالبة بأي عمل نعمل حاجة أي مطالبة بأي عمل يترتب عليه بدلا من أن يكون أن يكون الواحد فقط والضحية أن تكون هناك عشرات وأقول لكم هناك أمثلة عديدة وقع في حياتنا أمام عيوننا علمناها ولا تظنوا أن أحدا يغيثكم غير الله لا تظنوا أن هناك عالم يعرف موثيق دولية وحقوق إنسان وأن الدنيا لما تهيج لا محدش هذا يعلموا ذلك جيدا قد وقعت وقائع فالوجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالعكس هناك من قد يطلب وقوع هذه لوجود المبرر لإبادة أهل الإسلام أو للتنكين بهم أهل الإسلام الحق الذل الحقيقي هو أن توافق على الباطل الذل هو أن تستكين بمعنى إيه تستكين بمعنى أن تقول ما يريده أهل الباطل وكم من بائع دينه بعرض من الدنيا في هذه الأزماء كم من أنواع الكفر تقال بالليل والنهار والنفاق بالليل والنهار ومواقف قدرها الله عز وجل ليتميز الناس ليميز الله الخبيث من الطيب وأجعل الخبيث بعضه على بعض فأركمه جميعا فأجعله في جهنم أولئك هو الخاسر وكل هذه البلايا لابد لها من نهاية أنا أقول حتى لا يغترن البعض أما علمتم ما وقع فيه بلاد المسلمين قريبا الألوف مئات الألوف أحيانا يقتلون ولا يتحرك لهم أحد بالعكس مباركات من دول العالم على إبادة المسلمين هو اللي حصل في إقليم سوات بأيدي قوات باكستان إبادة جماعية متين ألف وواحد قتل وجورهم متين ألف دي أعداد هائلة جدا خلال أسابيع معدودة أيام معدودة إبادة جماعية البلد كلها تتهدى على اللي فيها سنة من سنتين تقريبا أقل من سنة وشوي اتنين ونص مليون يخرجون من دورهم والغرب بيشكرهم ومش مكفيهم يقولون لا لازم أكتر من كده شوية كمان عشان ما بقاش فيه إقامة الشريعة بأي حال ما نحوان وقد ذهبوا إلى شهداء إن شاء الله تبارك تعالى الغرض المقصود أن الإخوة أحيانا لا تكون في موقع المسئولية وتطلب التصرف بأي شيء الذي في موقع المسئولية لا يستطيع أن نتصرف بأي شيء لأن هناك أولا عبادات لله سبحانه وتعالى يخشى أن تتوقف مش البعض يقول لي هو صمم أمن مصلحة الدعوة صمم لما نكون بنعبدها لما نكون بنقدمها على دين الله لما نقول نقول الباطل ونزبح ونقدم قرابين من ديننا على من أجل مصلحة الدعوة في اسم مصلحة الدعوة تطلع تقول الكفر يقول عشان نحصن مصالح نطلع نقول الكفر ما فيش فرق من الإسلام واليهود والنصارى والمسلمين والنصارى ولا مانع أن نرفع شعارة الكفر ونحو ذلك لا بنقول أصلا ده هو اللي بيسمه صنم مصلحة الدعوة لكن ما تقولش صنم مصلحة الدعوة في من يمتنع من أعمال يترتب على هذه الأعمال سفك دماء المسلمين انتهاك حرومات المسلمين وكما ذكرت أولا توقف أنواع من العبادات يحبها الله عز وجل نشر دعوة الحق إيه دعوة الحق رح تنشرها وإنتم عملين يحصل لكم كل هذه المثالة وإنتم بتعنوش حاجة دعوة الحق دعوة التوحيد أن لا يعبد إلا الله أتود أن لا يسمع أجيال كلمة إن الدين عند الله الإسلام ويسمع بدلا منها معالقة الإله والصريب وأن هذه الملل كلها سواك وأنه لا فرق بين الإسلام وغيره من الملل هل أن يكون هناك من يقوب بالحق ويطلب إقامته في الناس ويأمر المعروف أنها المنكر تضحي بذلك ما أمكن تقول لك ممكن حيتأفل ده كلام ده حيظل كذلك والله إذا لم أكن متسببا فيه فهذا أمر الله لكن أل أتسبب في ذلك أم لا هذه القضية لا يلوز لي أن أتسبب في أن تخل المساجد ممن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها ويمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ولو أن يعني من لا يراعون قضية المصلحة والمفسدة ويحبذون الأعمال التي تتم أحيانا باسم الجهاد كما يزعم البعض دون نظر إلى ما يترتب عليها ربما عدوا مصالح ولكن نسوا مفاسد يعني أحداث سبتمبر دي للبعض بيؤلف فيها الكتب في مصلحتها طب أنت أنظر إلى المفاسد التي وقت في العالم الإسلامي كله وفي الغرب كذلك من إذعار العالم على المسلمين بأنهم كانوا يسيرون بخطوات قريبا لا أقول لك في ناس دخلت في الإسلام وحقول لك في ناس ارتدت عن الإسلام وفي أرواح أزهقت بمئات الألوف إن لم يكن بالملايين من ورأي ذلك أنت ما تبصش لجنب واحد اللي أنت شايفه فقط وتقول لك ده كله مصالح خصوصا أن الأمر قد يكون بغدل أو بنقد عهد الذي وقع في ستمبر الغرض المقصود أن مثل هذه الأمور لابد أن يكون هناك ميزان شرعي لا يلزم في كل مرة كل زمان ومكان له ضوابطه كما ذكرت جاء وقت على الرسل وعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا استعينوا بالله واصبره غاضب النبي عليه السلام من خباب لما قال ألا تدعو لنا ألا تستنسل لنا قال قد كان الرجل في من قبلكم ينشر ما بين من فرق رأسي حتى ينشر بالمناشير ويمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من أذن إلى حضران لا يخافوا إلا الله والذئب على غنمي ولكن لكم تستعجيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له تعالوا نصلع شيئا أخبروني يا عباد الله ماذا يملكه المسلمون يعني في العواقب نستهيج إذا حصل ذلك إذا حصل ذلك فهو الذي يتمنه الأعداء قطعا وعقيا لأنه ليس عندك نهايات عواقب هذا الأمر ما يترتب عليه يترتب عليه كما ذكرت سفك دماء مبررات مزيد من المبررات ليقف صوت الحق بأي طريق كان هذا الذي يطالب به الأعداء صراحة علينا أن نسعى يمكن أن لا نصل علينا أن نسعى المحافظة على ذلك قد لا نصل إلى ذلك لكن نكون قد استفرغنا نوسى وعملنا بما نقدر عليه وهذا لا يعني أننا نرضى بباطل أو بظل بل ونحن على يقين أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس والله لابد أن يصل إليه ذلك وفي الدنيا وقد لا نراه كم قتل شارون من المسلمين عبر تاريخ حياته وقدر الله لكم أن تروا نهايته وقد مات آلاف وعشرات الآلاف قبل أن يروا نهايته وكانوا يتمنون أن يروا كيف يعذب هذا الرجل لسه ما زال يعذب حد حسس به ييجي خبر يقول لك فلان فلان مات بعد صراع طويل مع المرض ده يعد عشر سنين عشرين سنة الله أعلم به والله إنها لأمثلة عديدة ده في الدنيا وأما الجزاء الحق فهو لليوم الذي أجلت فيه الرسل إليه الرسل فإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقاد من الشاتي القرناء للشاتي الجرهان مش لازم كل الناس تشوف كل حاجة في الدنيا هناك حقوق يوم قيامة سوف يحسب عليه كل إنسان في الدنيا مأمورنا بمراعة العواقب وكما ذكرنا هناك أوقات لا يكون ذلا أن تقول فيه صبرا أيها الناس فإنما عندكم الجرهان ويمكن أن تأتي أوقات تقول إنكم تستعجلون ولا يكون هناك رد فعل محسوس وإن كنا نملك شيئا فلنفعله ونحن كما ذكرنا ننكر ونطلب بالحق ونسعى إلى إغاثة المظلوم ونمنع الظلم عن غيره نسعى ولكن لا تظن أننا نطيق كل شيء ونملك كل شيء أو بمجرد عمل معين يغلب على الظلم فيه زيادة المنكرات زيادة امتهاك الحرمات لا يمكن أن يقدم عليهم أن يتحمل المسؤولية وإلا فهذه فعلا مسؤولية البعض يسمي ذلك جبنا وذلا وكما ذكرت هذا طعن فيما فعل مثله الأنبياء صلواته الله وسلم عنه أجمعين الجبن المذموم أن يكون عندي ما أواجه به عدوي للعلم العدو الأساسي في ذلك العدو الأساسي في ذلك العالم الذي يكره الإسلام لا الكفار والمنافقين ربما يكون البعض كالأداة والقفاز والبعض يظن أن هؤلاء هم المقصودون وليس كذلك أقول قد رماكم العالم عن قوس واحدة ومع ذلك اصبروا واستعينوا بالله سبحانه وتعالى وقولوا قولة الحق وعلموا الناس لأننا نكتشف كثيرا في مواطن الفتن أن دعوتنا كأنها مطر ذاذ لم يضرب بجذوره إلى بذور المجتمع المجتمع التي تنبت الخير كمية هائلة كل دول طبعا لأن الناس قلقة ومزعجة من ظهور مظاهر التدين فيريدون حربها بكل سبيل أرجو أن يكون الإخوة أكثر استيعابا لظروفنا وأحوالنا وأن لا يزيد علينا البلاء والهم بأمثلة من الرسائل والأسئلة المؤلمة يقول لك كيفاء زل كده بس الله العافية أنا يعني تؤلمني هذه الرسائل إضافة إلى الألم أنا بعض الإخوة يقول لي لا تتألم أنا مش آدم لا تتألم لأن لازم الإخوة يدريكم أن ليس بيدك أن تصنع كل شيء ولابد أن تاعي الحال الذي أنت فيه ومن أنتوا السبب من أنتوا اللي ضيعتم هذه وصلتونا إلى هذا الحال أظن أن هذا نحن خرجنا إلى العالم ولدنا في عصور الاحتلال وما بعد الاحتلال اللي منا شهد احتلال بلادنا بقوات أجانب من أهل العلم السابقين ومنهم من شهد ما بعد ذلك قوات انسحبت بس بعد أن اطمأنت بوجود أجيال تنفذ ما تريد اللي بيسميه الشيخ حمد شاكر أبناء أعدائنا منا وجدنا عندما نشأنا كان لا يذهب إلى المساجد إلا من فوق الخامسة والستين اللي الناس بتتنذر دلوقتي أنا أتذكر عندما كنت أذهب إلى المسجد لصلاة الفجر ولم يكن أحد من الأسرة ولا من غيرها ولا من الجيران يذهب إلى المساجد كان هم خمس تنفار كلهم فوق سن المعيش في تقريبا يعني حوالي 73 أو نحو ذلك يعني من حوالي نقول 37 أو 38 سنة كان اللي تحط شرب على شعرها نبين نصف شعرها يقولوا عليها زمان مش متطرف وكان يقولوا عليها متزمتها لا 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 يوجد أحد يلتحي في البلاد كلها إلا طائفة منعازلة تقريبا المينجيب والما يكون يجيب هو ذا الزي المعتاد بالفتيات وكان فيه بلا شك يعني مفاسد موجودة دلوقتي أشد مما مضى ولكن بلا شك قد صار هناك من يمسك القرآن ويصلي يقرأ المصحف يصلي يصوم رمضان ولا يجهر بالفطر بل ولا يعني يخف عليكم كيف يعني تمتلئ المساد في صلاة القيام في رمضان دعوة التوحيد بأنواعها المختلفة عرفت الأسماء والصفات ودعوة 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 التوحيد في الجبوبية وفي الألوهية أنا أقول نحن ورثنا عقودا لا أكثر من عقود خرونا من التفريط لا أبرئ نفسي وإخواني والدعاء من تهمة التفريط ولكن أقول على الأقل لسنا السبب في هذا الواقع الأليم لا شك أن الواقع الأليم يشارك فيه كل ظالم كل بائع لدينه كل باحث عن كرسي عن منصب عن مال يبيع دينه بعرض من الدنيا يشارك فيه فسوف يسأل عنه يوم القيامة وكل من يداهن ويقول للباطل أنه حق في فرق كبير بين المداهنة وبين مراعاة المصالح المفاسد المداهنة أن تقول الباطل قال الله عز وجل للنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الركون إليهم مش إنه هو ما كانش بيقاتل في ذلك الوقت لا رسول الله سلم نزل عليه وعلى أصحابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النر وهم في مكة متهدون معذبون لم يرفعوا سلاحا في وجه الكفر ومع ذلك عشان نفهم يعني إيه معنى الركون معنى المداهنة معنى المجاملة على حساب الدين كان المطلوب منهم أن يوافقوا على الباطل هل وجدتم من من شيخ الدعوة من دعاة الدعوة الذين عرفتموهم أنا ما بقولش تزكية للجميع ولا كل من تسمى بالسلف أو نحو ذلك ولكن أتكلم على الأقل الدعاء الذين عرفتم هل وجدتموهم يغيرون يعني عقيدتهم وكلامهم ودعوتهم لمؤفقة الباطل بفضل الله ما حدث ذلك ونسأل ثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاطق اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم ربنا إننا معلوبون فانتصر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا أثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا ولا تُعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا واسد الهدى لنا وانصرنا على منبغ علينا اللهم اجعلنا لك ذكري لك شكري لك مطوعين لك رحابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا ووصل حوبتنا وثبت حجتنا وأجل دعوتنا وهدي قلوبنا وسدل ألسنتنا وأسلل سخاء وصدورنا اللهم اقسم لنا من قشتك ما تحول به بيننا وعصيتك ومن طعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمعنا وأبصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ أهمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا أرحمنا أقول للإخوة استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمهد بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فإنا الله وإنا إليه راجعون